بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن أركان الدولة الإسلامية الركم الثالث وهو الدار أو الإقليم أو الأرض وإذا وجد شعب فلا بد له من الاستقرار على أرض أو على إقليم وإقليم الدولة هو الجزء من الأرض التي تباشر الدولة عليه سلطانها سواء كان برا أو بحرا أو جوا والدار أو الإقليم ينقسم إلى قسمين الأول أو القسم الأول دار الإسلام والقسم الثاني دار الكفر دار الإسلام هي كل أرض تكون فيها أحكام الإسلامي ظاهرة يعني يكون الحكم فيها للدولة الإسلامية وتنقسم هذه الدار إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الحرم ويشمل حرم مكة المكرمة والمدينة المنورة وللحرم أحكام ذكرها الفقهاء منها أنه يمنع تنفير صيدة وعض شجرة يعني أنه يقص شجرة ويقطع شجرة ونحو ذلك من الأحكام التي يختص بها الحرم المكي والمدني وكذلك يختص الحرم المكي بخاصية تختلف عن الحرم المدني وهي أنه لا يدخل الحرم المكي من أراد أن يحج أو يعتمر إلا وهو محرم هذا هو القسم الأول أو النوع الأول من دار الإسلام الثاني الحجاز والحجاز هي التي تحجز بين تهامة ونجد ومما تختص به أنه لا يستوطنها الأهل الشركي لا من ذميين ولا من معاهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب فبعض العلماء قالوا المراد بجزيرة العرب هنا هي الحجاز وبعضهم عمم وقال المراد بجزيرة العرب هي الجزيرة بعمومها نجدها ومن شرقها إلى غربها فهي جزيرة العرب معروفة بحدودها أنها تحدها البحار من ثلاث جهات وبالتالي يعني يكون هذا أنه يخرج منها المشركين لكن ما ذهب إليه العلماء الذين يعني حققوا في هذا الأمر أن المراد هنا الحجاز وأيضا بعضهم خصة الجزيرة العرب بمكة وبالمدينة الثالث ما عدا هذين الأمرين يعني ما عدا الحرم المكي والحرم المدني وما عدا الحجاز فما عداهما من بلاد المسلمين تنقسم كذلك فهي قسم ثالث وتنقسم كذلك إلى أقسام كثيرة ذكرها الفقهاء وهنا المجال لا يتسع لذكرها وإنما هي من باب التقسيم إذن دار الإسلام تنقسم إلى الحرم القسم الأول الحرم ويشمل حرم المكي والحرم المدني والقسم الثاني الحجاز وهي التي تحجز بين تهامة ونجد وذكرنا أنه مما يختص بهذا الجزء أنه لا يقيم فيه ولا يبقى فيه المشركين سواء كانوا من أهل ذمة أو من مستأمنين أو معاهدين ثم القسم الثالث ما عدا هذين القسمين من بلاد المسلمين وتنقسم إلى أقسام كثيرة ذكرها أهل العلم القسم الثاني من أقسام الإقليم أو الدار هو دار الكفر وتنقسم دار الكفر إلى قسمين القسم الأول دار الحرب والمراد بدار الحرب هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر يعني الذي يسيطر عليها ويتولى عليها ويقيم عليها أحكامهم هم أهل الكفر يعني هي الدار التي يغلب فيها حكم الكافرين ويكون فيها أهل الإسلام قلة قد يكون فيها قلة وقال لا يكون فيها مسلمين والقسم الثاني من أقسام دار الكفر دار العهد ودار العهد هي الدار التي ترتبط مع دولة الإسلام بعهود ومواثيق وهذه العهود والمواثيق إما أنها تكون مهادنة بين دولة الإسلام وبين دولة الكفري وإما أن هذه العهود والمواثيق تكون مصالحة بعدما فتح المسلمون بلاد الكفر فتصالحوا مع أهل الكفر على أن يبقون في هذه البلاد ويدفعون مقابل ذلك خراجا من ثمارها ومن إنتاجها للمسلمين هذا هو الركن الثالث من أركان الدولة الإسلامية اللي هو الإقليم ووضحنا فيه تقسيمات هذا الإقليم إنه ينقسم لدار إسلام ودار كفر وكل من هذين القسمين له أقسام هذا والله أعلم وأحب